اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتوصيل للمحرك على اساس انك تستخدم الاسلاك الموجودة عندك وما تتعطل وتروح تدور وتشتري اسلاك جديدة يعني مثلا انا الان الساعة تقريبا يعني الواحدة الساعة الان وحدة الواحدة بعد منتصف الليل الان الواحدة بعد منتصف الليل احنا ما زلنا في رمضان طبعا اه الان المحلات مغلقة وما في يعني تاجر للنحاس غير موجود فما بقدر اروح اشتري سلك الان في هذا الوقت طيب الحل هذا المحرك اللي احنا نزلنا عنه فيديو عن كيف نوخل بياناته اللي هو محرك ترمبت مسبح او بركة ماء او مسبح ماء اه نزلنا كيف ناخد بياناته وكان البيانات اعطتكم اياها انا وكان ملفوف بثلاث اسلاك اذا بتتذكروا كان ملفوف التقويم بسلكين سبعة وسلك ثلاثة وستين والتشغيل ملفوف بسلكين ثمانية ديزيم وسلك ستة ديزيم اه طبعا انا لما اجيت بدي اشتغل الان فااا الاسلاك طبعا الحمد لله موجودة عندي كلها لكن اه ما بدي اشتغل انا بثلاث اسلاك انا بحكي وبصور على اساس انه اذا انت كان مش موجود عندك السلك تعرف كيف تتصرف الان الحل اللي بنعملو احنا اه عنا بدل السلكين بنجمع مساحة المقطع مساحة المقطع للسلكين و بنضع سلك واحد بنفس مساحة المقطع للسلكين وطبعا العدد بيبقى زي ما هو اذا بدنا نوصله توالي زي ما هو او بنحط سلك بقيمة نصف مساحة المقطع الكلية يعني مساحة المقطع الكلية مثلا عندنا طلعت مية بنشوف سلك مساحة مقطعه نصف هاي المساحة اللي هي المية نصفها خمسين اه مثلا اللي هو سلك ثمانية دزيم بنلفه بسلك ثمانية دزيم بنوصله توازي وبما انها الترمبة قطبين رح يكون توازي لها نهاية في بداية وبطلع السلك لبروه فموضوع التوازي فيه ترمبات خاصة القطبين موضوع سهل يعني او بتلفه توالي او بتلفه توازي زي ما بدك المهم انه بتمشي حالك بالسلكين الموجودات او بالسلك الموجود عندك طيب الان عندي انا هنا ثلاث اسلاك هاي هي الفكرة انا اللي بدي احكي عنها عندي هنا ثلاث اسلاك انا ما بدي اشتغل ثلاث اسلاك يعني حيكون صعب وممكن الاسلاك تتشابك معاي وكذا لكن بدي اشتغل بسلك او سلكين على حسب انا شو بدي اعمل الان عندي انا حسبتها على السريع ما بدي نتأخر بالفيديو الان عندي انا بجمع مساحة المقطع الكلية للاسلاك الثلاث وبشوف قديش الان عندي انا سلك ثمانية ديزيم مساحة مقطعه خمسين او سفر فاصل خمسين من الملة والثمانية ديزيم الثاني طبعا نفس الشي سفر فاصل خمسين وسلك الست ديزيم مساحة مقطعه سفر فاصل ثمانية وعشرين الان بجمع مساحة المقطع الثلاث رح تطلع معاي واحد وثمانية وعشرين بالمية واحد من لي وثمانية وعشرين بالمية هاي مجموع مساحة المقطع للاسلاك الثلاث يعني الان انا لو اجيب سلك مساحة مقطعه واحد وثمانية وعشرين بالمية سلك واحد مفرد مساحة مقطعه هاي المساحة بقدر الف في المحرك هذا بسلك واحد لكن طبعا راح يكون سلك سميك وراح يكون شغل فيه صعب ومتعب طيب الحل الحل احنا مثلا بنقسم خلونا نجرب نقسم هاي المساحة المقطع على اثنين على اساس انه احنا نضع سلكين يساووا مساحة المقطع الكلية يعني هاي مساحة المقطع بنقسمها لقسمين ومنجيب سلكين بنفس مساحة المقطع طبعا احنا لو قسمناها على اثنين بطلع عندنا تقريبا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سلك المقطعه 64 تقريبا عندي اقرب شيء اللي هو سلك 9 دزيم مساحة مقطعه 63 وكسور 63 وكسور هو اقرب شيء 63 وكسور فاذا انا بقدر احط اضع سلكين بستطيع اضع سلكين 9 دزيم مساحة مقطعهم بتطلع 127 بالضبط يعني 1 و 27% اذا سلكين 9 دزيم بيساوه لي نفس مساحة المقطع الكلية للثلاث اسلاك فانا بقدر الفه زي ما هو توالي بسلكين 9 دزيم بسلكين 9 دزيم اللي هم مساحة مقطعهم 21% الاسهل اللي بدل ما اشره بسلكين باشتغلي بسلك واحد الان مدى بما انه المحرك توالي انا بحاوله اوله توازي وبلفه بسلك واحد مفرد 9 دزيم بسلك واحد مفرد 9 دزيم بوصله توازي طبعا في هاي الحالة بضاعف العدد يعني احنا هنا لما حولنا من التوالي التوازي بنضاعف العدد ومنضع نصف مساحة المقطع الان انا عندي مساحة المقطع الكلية 128 نصفها اللي هي عندي انا سلك 63 تقريبا نصفها تقريبا نصفها هاي من نصف مساحة المقطع الان انا عندي العدد 20 بعمله 40 بضاعف العدد بقدر الفه بسلك 9 دزيم واضاعف العدد وبوصله توازي نهاية مع بداية وبخرج السلك للخارج طبعا بالنسبة للعدد العدد كان عندي انا بالثلاث اسلاك عندي 12 لفة 29 لفة 29 لفة 30 لفة الان انا بقدر الفه بسلكين 9 بلفه 12 جوز 29 جوز 29 جوز 30 جوز الان لما بدي حوله انا لتوازي بلفه بسلك 1 9 دزيم مفرد وبعمله 24 لفة ضاعفنا 12 عملناها 24 التسعة وعشرين هاي بعملها 58 والتسعة وعشرين الثاني بعملها 58 والثلاثين الاخيرة بعملها 60 لفة هيك احنا ضاعفنا العدد وبنوصله في هاي الحالة توازي توازي نهاية في بداية للقطبين نهاية في بداية وبخرج السلك للخارج برا وطبعا انا هذا اللي عملته المحرك الان عندي ملفوف بسلك مفرد 9 دزيم ضعفت العدد وراح اوصله توازي ما عندي اي مشاكل هاي هي اخواني المهارات الان انا ازا ما بحكي لكم بعد منتصف الليل الوقت عندي ما عندي انا اروح اشتري سلكين 9 دزيم او عندي اروح اشتري ثلاث اسلاك او ثلاث بكرات فراح اتعطل راح اتعطل عن الشغل واتأخر على الزبون فالان هاي المهارة بتخليك تشتغل وعندك المحرك بيرجع نفس القدرة ونفس القوة ونفس كل شيء ما فيه اي شيء بفرق وانتو عارفين انه شركات بستعمل التوازي وبتستعمل التوالي فما فيه اي مشكلة في التحويل بينهم بالعكس انت بتريح نفسك وبتمشي نفسك وما بتتعطل وبتشتغل شغل اريح وبتشتغل بسلك واحد بدل ثلاث اسلاك يعني بتشتغل سلك واحد بدل ثلاث اسلاك هو كان ملفوف بثلاث اسلاك احنا لفنا الان بسلك واحد تسعة وسلك واحد تسعة سلك طري يعني مش سلك سميك كثير سلك طري وبنقدر نشتغل فيه بكل اريحية وما فيه اي مشاكل والحمد لله على نعمة العلم واسأل الله ان يعلمنا ويفهمنا يعني احنا لازم نتعلم ونفهم وهايه ان شاء الله ما بدي اعتخر اكثر من هيك ولا تنسوا زي موصيكم دائما صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته